موسيقى انتقادات للجنة الانتخابات المركزية جراء الإخفاقات في فرز نتائج الانتخابات النهائية موسيقى النقب يخسر تمثيله العربي في الكنيسة الإسرائيلي لأول مرة منذ أكثر من عقدين موسيقى ونقل أسيرين فلسطينيين لتلقي العلاج عقب دخولهما في الإضراب عن الطعام موسيقى تواصل لجنة الانتخابات المركزية فرز الأصوات والتدقيق في النتائج وذلك في عقاب تسجيل العديد من المشاكل التقنية التي حالت دون نشر النتائج الرسمية حتى اللحظة وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد رجحت أنه في عقاب احتساب أصوات الجنود والمغلفات المزدوجة سيرتفع حزب الليكود الحاكم إلى ستة وثلاثين مقعدا وسيحصل حزب كلانو على أربعة مقاعد بينما سينخفض تحالف أحزاب اليمين إلى أربعة مقاعد ومن المرجح أن يبقى حزب اليمين الجديد برئاسة بينت وشكيد خارج الكنيسة وذلك بسبب عدم تجاوزه لنسبة الحسم موسيقى ما أن وضعت المعركة الانتخابية في إسرائيل أوزارها حتى زادت التكهنات بشأن الخارطة السياسية المستقبلية في ظل حكومة يمينية جديدة أكثر تطرفا منذ قبل حكومة لطالما أوجست في نفوس الفلسطينيين خيفة بسبب سياساتها العنصرية في كافة المجالات نتحدث عن اتلاف حكومي سيعمل على سن مشاريع قوانين أكثر يمينية وأكثر يهودية ولكن في المقابل أنا أتوقع أننا سنعيش حالا من العمل البرلماني لأول مرة منذ عشر سنوات سنلاحظ فيه كوة المعارضة ومواجهة المعارضة لكوة لإتلاف التحريض المباشر على فلسطيني الداخل الذي رافق الحملات الانتخابية للأحزاب اليمينية وفي مقدمتها الليكود كفيل في إظهار معالم المرحلة المقبلة التي قد تفاقم جملة التحديات التي يواجهها الفلسطينيون بدءا من قانون القومية وانتهاءا بصفقة القرن ثلاث تحديات مركزية التحدي الأول هو تحدي يوجب على فلسطينيين داخل مراجعة عملهم السياسي وتجديد على دورهم في الساحة البرلمانية الإسرائيلية التحدي الثاني هو تحدي إسرائيلي الذي أفرز حكومة يمينية تعتمد في الأساس على الصهيونية الدينية والتحدي الثالث الذي يوجهه الفلسطينيين هو كونهم جزء لا يتجزء من الشعب العربي الفلسطيني التحدي الدولي تحدي يجعلنا في أمام صفقة قرن تقضي على القضية الفلسطينية وسط هذا المشهد السياسي القاتم الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة ليس للفلسطينيين بد من إعادة ترتيب البيت الداخلي وتوحيد الصف والكلمة للوقوف في وجه التحديات القادمة أقر تحالف كحولفان بالهزيمة في انتخابات الكنيست وأعلن أن الكتلة البرلمانية للحزب ستنضم إلى مقاعد المعارضة ما يجعل الليكود برئاسة بن يمين تنياهو الخيار الأوحد للرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين لتشكيل الحكومة المقبلة هذا وقال رئيس تحالف كحولفان بني جانس إن حزبه حقق نتائج مبهرة للغاية وحصل على أكثر من مليون صوت رغم أن التحالف أقيم خلال فترة وجيزة واعتبر جانس أن فوز نتنياهو جاء نتيجة امتصاص أصوات أحزاب اليمين وبسبب حملات التخويث والتحريض على باقي شرائح المجتمع الإسرائيلي انخفاض نسبة التسويط في المجتمع العربي بصورة غير مسبوقة أبقى النقب العربي بدون تمثيل في الانتخابات لأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود نحترم قرار الناخب العربي الرسالة كانت قوية وجهت لقادة الأحزاب وجهت للأحزاب السياسية لمراجعة حساباتها في تعاملها مع المواطن العربي نحن نعد أهلنا بأننا سنبقى معهم في الميدان سنبقى معهم في نضلاتهم البرلمانية الشعبية والقانونية هذا ليست نهاية المطاف أنا أطمئن أهلنا في النقب أن عملنا سيستمر كما هو للسنوات القادمة ساعات من حساب النفس ومحاولات لدراسة معمقة لسبب خسارة الأحزاب العربية لثلاثة مقاعد على الأقل ستبقى مادة دسمة للباحثين في مجال السياسة والمجتمع يعني اليوم نتحدث عن ثلاث عضاء كنيسة أخرجوا من البرلمان وهذا كان بالإمكان أن يصل عدد النواب على الأقل لنائبين من القائل المشتركة لو خرج أهل النقب وصوت يعني نحن نتحدث على النسبة منخفضة جدا وهذه النتيجة وعلينا الآن أن نعمل في الساحة على الميدين ومع المؤسسات الأهلية من أجل أن نحافظ على هويتنا وانتماءنا وقرانا وحل القضايا بقدر المستطاع استمرار سيطرة مع أسكر اليمين على المشهد السياسي عززت مكانة نتنياهو الغارق بملفات الفساد وزادت من قدرته على تشكيل اتلاف حكومي خامس برئاسة الليكود هو الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين عن نقل أسيرين فلسطينيين من أقسام سجن رامون إلى مستشفى سجن الرملة بعد إضرابهم عن شرب الماء ضمن إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام وشارك مواطنون فلسطينيون وأهالي الأسرى في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الرابع على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي وذلك بعد رفض مطالبهم المشروعة هذا ويتزايد عدد الأسرى المضربين عن الطعام بشكل مستمر وسط مطالبات لإدارة السجون الإسرائيلية بتحسين ظروفهم الحياتية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة عشر مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية وأغلقت مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل فيما تواصل إغلاق مدخل بلدة عزون شرق قلقيليا في غضون ذلك اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي أوريار إيل برفقة مستوطنين إسرائيليين متطرفين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال وفي غزة هجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة وأطلقت الرصاص وخراطيم المياه صوبهم مضطرهم للهروب من المنطقة على قدم النؤوساق تسعى المؤسسات الفلسطينية إلى دعم وتعزيز الأعمال الريادية خاصة النسوية منها سوق قصر هشام بأريحة والذي فتحت أبوابه للنساء الفلسطينيات الرياديات لتقديم وعرض منتجاتهن على مداري السنة سوق قصر هشام هو سوق جديد من نوعه هو ترويج للبضائع اليدوية الفلسطينية اللي بيقوموا بعملها نساء محترفات من الوطن هو بزار مثل البزارات العادية لكن المميز فيه أنه أول بزار أو أول سوق من نوعه اللي هو مش مرتبط بمناسبة معينة يعني هو رح يستمر على مداري السنة هذا المعرض هو تشجيع للنساء وتشجيع للصناعات اليدوية وتعزيز للصمود شعبنا وترى الفلسطينيات بهذه المعارض كقبلة لعرض أعمالهن التراثية فمن جهة يحافظنا على الهوية الفلسطينية وتاريخها ومن جهة أخرى يساعدنا عائلتهن بمدخول مالي إن شاء الله أنه نقدر نبيع منتجنا ونعرف الزائرين من خلال زيارتهم لقصر هشام أنهم يقدروا يشتروا منتجات السيدات كلهم الهدف من مشاركتي أني أنا إرجاع التراث الفلسطيني وإحياء التراث الفلسطيني والمحافظة عليه لأن التراث الفلسطيني يعني هوية أجدادنا وتراث بلادنا وهو يعني دليل أننا إحنا فلسطينيين هو التراث الفلسطيني بسبب التضييقات والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تعمل هذه المؤسسات على تقديم المساعدات اللازمة كتقديم مساحة لعرض منتجاتهن وتسويقها وفي سوق قصر هشام بأريحة يتجل ذلك عطش الرمان معرض جماعي بمبادرة تنظيم كيان النسوي في حيفا يهدف إلى منهضة العنف ضد المرأة بكل آلية ممكنة وهذه المرة من خلال الفن المحلي الذي يتناول قضايا المرأة شفنا أنه بدنا نتعاطى مع آليات جديدة بدنا نتعاطى مع مواضيع جديدة اللي من خلالها ممكن نوصل لشرائح متعددة من خلال المشروع فأجد فكرة المعرض الجالري طبعا احنا من غير من آمن بالتغيير المجتمعي ومن آمن بكل فكرة بتجيب لهذا التغيير المجتمعي تغيير المجتمعي بده كتير نفس طويل بده كتير تشبيكه بده كتير تعاون وبده كمان أنه أكثر ما منقدر نوصل لشرائح مشتمع اختلفة أداء فني رائع ومشاركة عربية فلسطينية واسعة جسد من خلالها الفنانون في إبداعهم الفنية صرخة أخرى لرفع مكانة المرأة العربية مشاركة بالمعرض كانت هي جزء من تعبير عن خلينا نقول اهتمامة في اللي عم تعملوا كيان تنظيم نسوي لمناهضة العنف ضد النساء عمليا هذا الجمع ما بين النشاط المجتمعي السياسي والفني هو كتير مهم يشهد المجتمع في الآوينة الأخيرة تساهلا مذموما في التصدي العنيف للنساء العربيات ما يتطلب النهوض المستمرة والعمل من أجل كف مثل هذه الظواهر في حفل حضره العشرات من أهالي أبو سنان والمنطقة كشف النقاب عن جدارية الفسيفساء التي عملت جاهدة على إنجازها الفنانة التشكيلية ختام حسن هيبي جدارية تلفت انتباه الكبير والصغير من مستوى الإبداع وتضيف رونقا وحياة للحيز العام هاي قضية أنا بفكر جدا جدا مهمة إنه نخلق ثقافة مجتمع اللي بقولي الحيز العام مهم مش هقل من قلب البيت اللي عنا الحيز العام لازم يكون نظيف الحيز العام لازم يكون جميل الحيز العام لازم يكون مصدر إلهام لإلنا جميعا الفن والإبداع لازم يكونوا ببرة متحين للكل للي معه مصاري وللي مع الش مصاري مش لازم يكون بقلب البيوت معلقة على الحيطان ولا بقلب المتاحف على أمطار كيف ما انتوا شايفين هون الأمطار هي عالي وكانت بعلو أربع أمطار على الجدار وحاولت أعطي زخارف نباتية وهي الزخارف النباتية كمان مشهورة في عدة دوع اللي اليوم إحنا بنجهل بهاي الثقافة للأسعف الثقافة الفنية مش واصلة لكل بيته وكل المجتمعات اليوم أنا بحاول برسالتها أن أعطي شي جديد عمل فني متقن في غاية الروعة والجمال استغرق إنجازه ثلاثة أسابيع من العمل الشاق والدؤوب لكن شغف ختام جعلها تتغلب على ظروف الطقس وكافة الصعوبات لإنجاز هذا العمل الضخم الذي يحتل مساحة أربعين مترا مربعا أصلا بعد ما اكتشفنا الإشي الموجود والفنانين الموجودة إحنا البداية كانت في المنطقة هون منطقة الشرقية والجنوبية كبداية طبعا راح نكمل كل إشي كل مدخل كل حيط في البلد اللي مكشوف راح يكون على رسوم تعبر هذه الجدرية عن الأمل الذي تتزين به زوايا البلدات العربية وتعزز الشعور بالانتماء إليها وضرورة المحافظة عليها أمنة نظيفة وملئة بالفن والإبداع ذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من يوليو تموز وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة التي قادت إلى استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي ظل في السلطة لفترة طويلة وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تعهد الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح بإجراء انتخابات حرة في غضون تسعين يوما وكان البرلمان الجزائري قد عين بن صالح وهو رئيس مجلس الأمة رئيسا للبلاد بعد استقالة بوتفليقة الأسبوع الماضي لكن المتظاهرين استمروا في الاحتشاد في شوارع العاصمة الجزائر رفضا لتولي بن صالح الرئاسة بشكل مؤقت قائلين إنه عضو بارز في النخبة الحاكمة التي وصفوها بالعصابة جاء ذلك فيما قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قائد صالح إنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد وإنه سيدعم مرحلة انتقالية تقود إلى الانتخابات وتصريحات صالح أقوى إشارة حتى الآن على أن الجيش سيلعب دوره تقليديا مؤثرة في الأحداث في أعقاب تنحي الرئيس المخضرن بوتفليقة بعد حكم دام عشرين عاما وأشار صالح إلى النخبة الحاكمة بالعصابة وهي كلمة استخدمها المحتجون لوصف أعضاء بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وكبار رجال الأعمال وقدامى محاربي حرب الاستقلال عن فرنسا التي انتهت عام 1962 وكان الجيش قد تابع للطرابات التي بدأت في الثاني والعشرين من فبراير إشباط دون تدخل وذلك قبل أن يعلن صالح أن بوتفليقة البالغة من العمر 82 عاما غير لائق للحكم ونادرا ما كان بوتفليقة يظهر علانية منذ إصابته بجلطة في عام 2013 جميع أعضاء برلمان نيوزيلندا باستثناء عضو واحد أيدوا يوم الأربعاء تعديل قوانين الأسلحة بعد مرور أقل من شهر على هجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرتش أو دبحيات خمسين شخصا وصوت 119 عضوا مقابل عضو واحد لصالح تمرير مشروع قانون بتعديل قوانين الأسلحة في قراءته الأخيرة بالبرلمان ويتعين الآن حصول مشروع القانون على تصديق ملكي من الحاكم العام قبل أن يصبح قانونه وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن في كلمتها أمام مجلس النواب إنها لا تستطيع أن تفهم كيف يمكن الحصول بشكل قانوني على أسلحة تسبب مثل هذا الضمار والقتل الواسع النطاق وأضافت أن هناك خمسين قتيلا لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم الآن ولهذا تجمع أعضاء المجلس اليوم للتحدث بصوتهم وأن المجلس استخدم صوته بحكمة ووجه إلى برينتون تارنت الذي يشتبه بأنه يؤمن بتميز العرق الأبيض ووجه إليه خمسون اتهاما بالقتل وتسعة وثلاثون اتهاما بالشروع في القتل بعد الهجوم الذي شنه على المسجدين في الخامس عشر من مارس آذار وتقرر بقاءه في الحبس حتى الرابع عشر من يونيو حزيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر النقب يخسر تمثيله العربي في الكنيسة الإسرائيلي لأول مرة منذ أكثر من عقدين ونقل أسيرين فلسطينيين لتلقي العلاج عقب دخولهما في الإضراب عن الطعام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر